بحث أول اجتماع مشترك بين المجلس السيادي ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك التدخل العاجلة لمجابهة السيول والأمطار التي تكتاح مناطق واسعة من البلاد وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرئيس الوزراء وهو يتفقد منطقة ودرملي المتأثرة بسيول فيما دعا مواطنون حمدوك للوقوف بنفسه على حقيقة الأوضاع دون الاعتماد على التقارير